يواصل معرض ومؤتمر الصحاري 2024 الزراعية الدولي فعليات دورته السادسة والثلاثين حيث يعد أكبر معرض زراعي في أفريقيا والشرق الأوسط يوفر المعرض فرصة دخول أسواق جديدة حيث يحظى بمشاركة قوية من العارضين والزوار من مختلف دول العالم جاءت النسخة السادسة والثلاثون لمعرض صحار الدولي للزراع ليكون منصة متخصصة في الإنتاج الزراعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فمصر لم تتوانى لحظة في جمع الخبراء والشركات في المجالات المختلفة لمواكبة التطور في تلك المجالات ويوفر معرض صحار الدولي فرصة دخول أسواق جديدة حيث يحظى المعرض بمشاركة قوية من العارضين والزوار من مختلف الدول فعلاً نحن نرى طفرة في المعرض من الشركات المشتركة الحقيقة أن المعرض السنادي يمتاز بتواجد خبرات عديدة من داخل مصر ومن خارج مصر ويمكن نرى التصنيع من خلال أحد الشركات السويدي تصنيع لوسائل رأي الحديث شفنا وقفيني النهاردة مع شركة دمياتك بالنتكلم في توطين تقوي البطاطس شفنا أسمدة حيوية شفنا مجموعة فعلاً من المنتجات المصرية اللي احنا بنفتخر ان احنا النهاردة بينا ننتجها وبقينا نصدرها عراقة المعرض وحجمه بيعكس قد إيه لقطاع الزراعي في مصر قوي وبيزداد قوة بكل الصناعات اللي بتتطور حواليه يعني لما نكلم في عجلة كده عن أرقام المعرض السنادي المعرض في دورة 36 زي ما قلنا في أكتر من 250 شركة من 23 دولة وبنتوقع أن يزوروا في الثلاثة أيام 18 ألف زائر ده بيعتبر من أهم المعارض اللي موجودة في مصر خصوصاً اللي مهتمين بقطاع الزراعة والشركات المرتبطة بقطاع الزراعة في مصر سواء إذا كان فيه شركات دي شركات محلية أو إحنا لو بصنا في الجناح الثاني في بعض الشركات من خارج مصر اللي مهتمين بقطاع الزراعة بصفة عامة يعني المعرض يشارك فيه أكثر من 250 شركة ليكون فرصة للتواصل مع العلامات التجارية الرائدة في مجال الزراعة وتعزيز الشراكات التجارية وحظي المعرض بإقبال من الزائرين المهتمين بمجال الزراعة في المعرض الذي يساعدهم على تلبية احتياجاتهم خاصة استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة أهمية المعرض أنه بيسهل التواصل دايركت ما بين الشركات المصنعة والشركات العالمية اللي بيفتح أسواق للتصدير وكمان بيقربنا من المزارع المصري بحيث أن يجي بنفسه ويشوف الشركة دي بتقدم ايه وبينمس المنتجات بنفسه ويشوف الجودة بتاعتها وجودنا في معرض الصحر دا طبعا دا شيء عظيم جدا دا حدث زراعي على مصطور الشرق الأوسط وأفريقيا كمالة أكبر حدث زراعي بيحضر عدد كبير جدا من المزارعين ومن المهندسين المستثمرين احنا يهمنا جدا إن احنا نقدم لهم المجود عندنا من تكنولوجيا واحنا في الغالب تكنولوجيا عندنا بتعتمد أكتر على توفير الميا توفير السماد اللي هو شيء بيخصنا جدا في مصر بشكل قوي جدا زوفر كيمية مية وزوفر أسمدة اللي هي بيعاني منها الفلاح احنا جايين هنا بالنسبة للمهرض هنا نتعرف على المخصبات الزراعية ونتعرف على الحديث بالنسبة للري الحديث وشبكات الري على شاز برضو دا أرض صحراوية وبتحتاج إلى عملية توفير يعني في عملية الري وكده عشان السريعة تتصرف وكده طبعا بالنسبة للمخصبات الزراعية بنشوف الجديد اللي وصل وبنتعرف برضو لو هو فيه حاجات أورجانيك أو بتساعد على تطوير الزراعة وتخصيب الأرض ووفرة في الانتاج يقام معرض صحارة للزراعة الدولية في الفترة من الخامس عشر وحتى السابع عشر من الشهر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والذي يعكس اهتمام الدولة بمستقبل الزراعة محمود جميل التلفزيون المصري أكدت رئيس مصلحة الضراب المصرية رشا عبد العال أكدت أنه سيتم الإعلان عن جميع بنود حزمة التسهيلات الضريبية خلال الأسبوع الأربع القادمة حيث سيتم الإعلان في كل أسبوع عن مجموعة من البنود بشكل تفصيلي حتى يتم مناقشتها وشرحها يتم إجراء الحوار المجتمعي اللازم لها وأضافت رئيسة المصلحة أنه وبمجرد الانتهاء من نشر كافة تفاصيل حزمة التسهيلات سوف يتم الإعلان عن استراتيجية السياسات الضربية التي تتضمن خارطة الطريق الضربي حتى العام 2030 أظهرت بيانات للهيئة العامة للإحصاء السعودية أظهرت ارتفاع التضخم السنوي في المملكة إلى 1.6% وذلك في أغسطس الماضي من 1.5% في يوليو وأرجعت الهيئة ذلك إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقيد الأخرى بنسبة بلغت 8.9% وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة بلغت 0.9% ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة بلغت 1.15% على أساس سنوي قياسا بفاصل 22% في شهر يوليو ووفقا لبيانات المجلس الوطني للتخطيط ساهمت ست قطاعات رئيسية في تسارع مؤشر التضخم في قطر الشهر الماضي بقيادة مجموعة الترفيه والثقافة والتي ارتفعت بنسبة بلغت 10.65% ثم مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة بلغت 5.3% والمياء